أهلا بكم معنا من جديد مشاهدين الكرام ونخصص هذا الجزء للعمل الإنساني في فلسطين واسمحوا لي أن أصدف رئيس منظمة إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي ستيف كان صحفيا أمريكيا بارزا قرر أن يكرس حياته لأطفال فلسطين وأسس هذه المنظمة قبل عقود ليس هذا فقط ستيف لكن أعتقد أيضا أن علاقتك بفلسطين تتعدى ذلك ما هي علاقتك؟ سر علاقتك بفلسطين لقد ذهبت إلى فلسطين خلال الانتفاضة الأولى بصفتي طالبا حصلت وقتها على فرصة أن أكون ضمن بعثة حقوقية إلى جانبي طلبة آخرين لأعاين بنفسي الوضع في الضفة الغربية وغزة كانوا عردة للقتل والسجن وكانت منازيلهم عردة للتدمير ولكن في نفس الوقت كانوا أناسا شجعانا جدا وبصفة أثارتني حيث أنهم كانوا على درجة كبيرة من الإنسانية بما جعلني مرتبطا جدا بهم على مستوى إنساني بحت لقد شعرت بصفتي أمريكيا وبدرجة قوية بأنه علي واجب ومسؤولية دعم الشعب الفلسطيني وعندما عدت لاحقا وأصبحت صحفيا وأتولى تغطية الانتفاضة قابلت أطفالا أصيبوا ومنهم من فقدوا رجولهم وكانوا بحاجة إلى الرعاية الطبية بدأت بنقلهم إلى مستشفيات أمريكية بالمجان لقد وفرنا ذلك لأكثر من ألفي طفلا من فلسطين ولكن أيضا من سوريا والعراق ومن لبنان ولأن نظهر لهم أننا نهتم لأمرهم وأننا نحب أطفال فلسطين وأنهم غير منسيين وكنت متزوج بفلسطينية كنت متزوجا من هودا المصري والدها من القدس ووالدتها من رامل كنت أول أمريكي يتزوج لاجئة فلسطينية داخل فلسطين أثناء الانتفاض كنا متزوجين لمدة 17 عاما ثم توفيت عام 2009 بالصراطة متأسفة لسماع هذا الخبر لكن دعنا نتحدث قليلا بشوي التفاؤل أنت موجود الآن في الخليج لإطلاق مبادرة جديدة لدعم أطفال فلسطين حدثني عن هذه المبادرة أنا آتي لمنطقة الخليج منذ 25 عاما آتي إلى دبي وكل الإمارات العربية المتحدة للكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية على مدى ربع قرن وبفضل الدعم الذي تلقيناه من هذه المنطقة من كل الجنسيات بمن فيهم الإماراتيون والكويتيون والسعوديون أنشأنا أقسام سرطان وعناية مركزة وانقذنا حياة عشرات الآلاف من الأطفال فقط مؤخرا في رمالا أنهينا بناء مركز عناية مركزة مخصصا للأطفال بفضل تبرعا من أسرة كويتية والعام الماضي بنينا أيضا مركزا مماثلا مخصصا للرضع في مستشفى جنين بفضل أسرة إماراتي وأنا هنا من أجل استمرار تدفق الدعم لأن الحاجة في فلسطين تتجاوز مواردنا ونحن نؤمن بأن توحيد الناس وأظهار قيمة العمل الذي سيتم القيام به وأن حاجاتنا تحتاج إليهم وهم سيتجاوبون معنا وسيساعدوننا لو تخبرنا عن الوضع في فلسطين خاصة أنك تعيش في رمالا وتتنقل من رمالا بعد تجدد العنف خبرنا عن الوضع هناك أنا أقيم وأعمل في فلسطين على مدى أكثر من ثلاثين عاما على مدى الانتفادات وجل دورات العنف التي شهدتها المنطقة والأزمة الحالية تعد من الأسوأ إنها كذلك ليس فقط لأن الفلسطينيين مازالوا يموتون يوميا ومازالت أراضيهم تنتزع منهم يوميا ولكن أيضا وأساسا لغياب الأمل والأفق الآن على مستوى سياسي سواء دوليا أو حتى من داخل الحكومة الإسرائيلية بل وحتى الفلسطيني ولذلك فأن الحاجة إلى منظمات مثلنا تهتم بحاجات الناس وتساعدهم على شؤونهم الحياتية واليومية والضرورية تبدو ألحة وأكثر ضرورية من أي وقت مضى ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم في عملكم؟ نواجه الكثير من الصعوبات وأولها أن حاجات الناس الذين نهتم بهم تفوق طاقتنا ومواردنا مثلما شرحت ذلك معنيته بذلك هو أن هناك آلاف الأطفال في الضفة الغربية بل عشرات الآلاف بل ربما الملايين لهم حاجات مختلفة في نفس الوقت يوجد في أنحاء أخرى من العالم ثروات كبيرة وموارد عظيمة ووفقا لخبرتنا فأن الناس في هذه المنطقة تحديدا يرغبون بالقيام بأعمال الخير لذلك ما نرغب به هو ربط الصلة بين أصحاب الخير ومن هم محتاجون له بنقل الموارد من هذه المنطقة ومن أمريكا الشمالية لأننا منظمة أمريكية وترجمة ذلك ضمن مبادرات وبرامج تنقذ حياة الأطفال هناك عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين كما تعلم موجودين في الأردن في لبنان في سوريا في العراق في مناطق مختلفة بسبب عمليات التهجير هل هؤلاء يشبلهم عمل منظمتكم أيضا ولا تركزون فقط على الأطفال داخل فلسطين إنهم مشمولون ببرامجنا ففي منظمتنا ومنظمات أخرى نحن لا نميز المشمولين بنشاطنا وفقا للغة أو العرق أو الدين أو اللون أو الجنسية أي طفل يحتاج سواء كان لبنانيا أردنيا، فلسطينيا، عراقيا سواء كان شيعيا أو سنيا، مسيحيا أو مسلما تساعده منظمتنا وفقا لحاجته لا هويته أو جنسيته وقد ساعدنا الكثيرين من الأطفال ليس فقط الفلسطينيين بل من العراق وسوريا ولبنان والأردن وحتى مصر ودول أخرى لا تشمل فقط الأطفال الفلسطينيين إنما الأطفال في أي مكان آخر نعم، نشاطنا يشمل الأطفال من كل الجنسية والخلفية بالطبع لدينا موارد محدودة ونحن نرى الآن هذه المأساة في تركيا وسوريا ونأمل لو كان لدينا الموارد الكافية مثل تلك التي تتوفر للأمم المتحدة بما يسمح لنا بالاستجابة والتحرك للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ لو تحدثني عن خطتكم المستقبلية مستقبلاً، كيف ترون منظمتكم؟ ماذا تريدون؟ ما هو الهدف الذي تريدون تحقيقه؟ منظمتنا مهيكلتنا الآن لتحديد حاجات أطفال فلسطين وأيضاً منطقة الشرق الأوسط مثل ما شرحنا ذلك من قبل لقد أبنى على القيام بذلك منذ ثلاثين عاماً ستطلق منظمتنا برامج أخرى وستستمر في تنفيذ برامجها الحالية على الأرض لسد حاجات الناس لقد وفرنا مراكز عناية من السرطان عندما لم تكن دفة الغربية تتوفر ولو على مركز وحيداً من هذا النوع لقد بنينا اثنين بفضل تبرعات من مختلف أنحاء العالم بنينا مراكز عناية مركزة ومراكز قلب لقد أنشأنا شبكة من مئات المتطوعين الطبيين في عام واحد وفي ذلك العام اطلقنا 150 مهمة طبية وتمريدية من متطوعين من فرنسا وألمانيا وأمريكا ونيوزيلاند واليابان وغيرها عرب وغير عرب كلهم ساعد ألاف الأطفال بظروف صحية مختلفة سنستمر في تنمية وتوسيع برامجنا ومساعدة شرائح أكثر من الأطفال وإنقاذ مزيد من الحوات ونقل مزيد من الأطفال للخارج للعلاج بتوحيد جهد الناس فعندما يكون طفل بحاجة إلى المساعدة لا يوجد أي معنى لأن تكون فلسطينياً أو أمريكياً أو إماراتياً نحن كلنا بشر لا يوجد مسلم أو مسيحي عندما يكون هناك طفل يتألم بحاجة إلى عملية جراحية أو تدخل طبي ينبغي أن نتذكر دوماً أننا كلنا إنسان وينبغي أن نساعد بعضنا البعض بأقصى ما يمكن من اللطف والخير والعطف والحنان وأن نعمل على مداوات بعضنا البعض هذا هو الطريق الوحيد للبقاء ولحصول الشعب الفلسطيني على حريته ونحن معكم كل أمنيات التوفيق سيد ستيف سوسيبي شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لكم شكرا